الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم وشرف وكرم وبارك وعظم وعلى آله وصحابته والتابعين وتابعين بإحسان إلى يوم الدين في كل لمحة ونفس عدد ما وسأعلم الله أم هذا من كتاب صحيح مسلم للإمام الحافظ الحج أبي الحسين مسلم بن الحجاج بن مسلم الخشيري النيسابوري رحمه الله تعالى ونفعنا الله بعلمي علم شيخي وتلامذتي وكراء صحيحي وسرعي في الدارين آمين الباب الثاني والثلاثين من الكتاب الثالث كتاب المساجد وموابع الصلاة باب أوقات الصلاة الخمس يعني متى يدخل وقت كل صلاة ومتى ينتهي وقت كل صلاة بإسنادنا المتصل عن مشايخنا جزاهم الله عن خير للإمام مسلم في صحيحه الحديث العاشر بعد الأربعمائة والألف يقول حدثنا كتيبة بن سعيد قال حدثنا ليث قال وحدثنا بن رمح قال أخبرنا أن ليث عن ابن شهاب أن عمر بن عبد العزيز أخر العصر شيئا فقال له عروة أما إن جبريل قد نزل فصلى إمام رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقال له عمر يعلم ما تقول يا عروة يعني تأكد مما تقول يعلم ما تقول يا عروة فقال سمعت بشير بن أبي مسعود يقول سمعت أبا مسعود يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول نزل جبريل فأمني فصليت معه ثم صليت معه ثم صليت معه ثم صليت معه يحسب بأصابعه خمس صلاوات يعني كررها خمس مرات لكل صلاة لأن كان بني أمية كانوا اعتادوا تأخير صلاة الظهر أمره بني أمية عن بعيدها واعتادوا بالتالي تأخير صلاة العصر عن أول وقت فلما تولى عمر بن عبدالعزيز إمارة المدينة قبل خلافته كان على عادة الأمراء السابقين فلذا أخبروه أن هذا الأمر لا يليق وأنه الأولى أن يعود إلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم لا إلى عادة الأمراء السابقين وأن النبي صلى الله عليه وسلم صلى للناس في أوقات معلومة كما علمها من سيدنا جبريل الذي حدد أوقات الصلاة ورسول الله صلى الله عليه وسلم علمها منه فعلمها للناس وأن كل صلاة لها أول وقت ولها آخر وقت وأن الصلاة لأول وقتها هي أفضل هيئات أوقات أداء الصلاة أن تصلي الصلاة لأول وقته وكلما أخرت تأخر الفضل إلى أن ينتهي وقت الصلاة فنقع في الإفضل فأداء الصلاة واجب موسع أفضله أول الوقت وآخر الوقت أدناه في الفضيلة فإذا انتهى الوقت أمت الصلاة فيأثم العبد ويصليها قضاء إلا أن يكون أخرها لعزر كعزر صفر له أن يؤخر وإجمع جميع تأخير أو عزر مرض له أن يؤخر تأخير صوري لأن المريض يصعب عليه بسبب مرضي أحيانا يقوم يتوضع لكل الصلاة فيقوم يأخر صلاة الظهر إلى قرب آخر وقتها حتى يتوضع أدوه واحد فيصلي الظهر ثم يؤذن للعصر فيصلي العصر وبالتالي يكون أيصر له فيجى تأخير الصلاة إن كان بعزر لا شيء فيه على أن لا يخرج وقتها إلا إن كان مسافرا وله أن يجمع جميع تأخير خلافا للأحناف فإنهم لا يجمعون أصلا إلا في الحج ولا يرون إلا أن تكون الصلاة في وقته للمسافر وغير المسافر فلا جمع عندهم أصلا إلا في الحج ولكن عندهم القصر فقط هذا عند الأحناف ليه؟ لأن الصلاة تكون لوقتها لأول وقتها إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا يعني مرتبط بوقت معين ولذا الإمامة جوحنيفة أخذ بهذه الآية المتواترة ولم يأخذ بالأحاديث التي ثبت فيها الجمع لكونها أحد على اعتقادي على قاعدة مذهبه أن المتواتر لا يخصصه إلا متواتر مثله وأن الأحادي يخصصه أحدهم فلما علم ذلك سيدنا عمر بن عبد العزيز بدأ يصلي الصلاوات في أول وقتها فغير عادة أمراء بني أمية لما علم ذلك من إعلام الصحابة له وهذا فيه تواصل الأمة والنصح نصح الأمة لبعضها البعض ولو كان المنصوح أميرهم فالأمير ليس فوق النصح بل ينصح ولكن ينصح بطريقة تليق لا ينصح بطريقة الشتائم وبطريقة المظاهرات وبطريقة التفجيرات لا ينصح بهذا ليس من أدب المسلمين هذا من أدب الرعاع وفي بلاد الكفار وأول من فعل ذلك كانوا اللي خرجوا على سيدنا عثمان وقتلوا ثم بعد ذلك انتشرت الفوضى وعنه بي قال أخبرنا يحيى بن يحيى التميمي قال قرأت على مالك عن ابن شهاب أن عمر بن عبد العزيز أخر الصلاة يوما فدخل عليه عروة بن الزبير فأخبره أن المغيرة بن شعبة أخر الصلاة يوما وهو بالكوفة فدخل عليه أبو مسعون الأنصاري فقال ما هذا يا مغيرة أليس قد علمت أن جبريل نزل فصلى فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم صلى فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم صلى فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم صلى فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم صلى فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أو إن جبريل عليه السلام هو أقام لرسول الله صلى الله عليه وسلم وقت الصلاة يعني بيّنها فقال عروة كذلك كان كذلك كان بشير بن أبي مسعود يحدث عن أبيه قال عروة ولقد حدثتني عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم عائشة زوج النبي تبقى إيه خالت سيدنا عروة لأن عروة أم أسماء أخت ستنا عائشة فهو يروي عن خالته أم المؤمنين سيدتنا عائشة قال عروة ولقد حدثتني عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي العصرة والشمس في حجرتها قبل أن تظهر يعني كأن النبي كان يصلي العصر في أول وقته لأن لما الشمس بتقرب من الغروب قرب نهاية وقت العصر بتختفي بإيه من الحجرة ما تدخلش من الحجرة مش كده واضح لأنها قربت من الغروب فكونوا كان يصلي العصر والشمس لسه في حجرة ستنا عائشة آه يبقى دليل أنه كان يصلي العصر في أول وقته وهذا أدل يعني كان كثير من حكام بني أمية كان يصلي العصر حين يكون ظل الشيء مثليه ظل الشيء مثليه يعني آخر وقت الاختيار آخر وقت الاختيار وهذا فهم علشان كده عدلوا الأمر وأعادوه إلى السنة الأولى وعن أبيه قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وعمر الناقد قال عمر حدثنا سفيان عن الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله عنها كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يصلي العصر والشمس طالعة في حجرتي لم يفي ألفيء بعد وقال أبو بكر لم يظهر ألفيء بعد يعني لسه مجاش ظل الجدار لأن لما الشمس تنزل تروح تختفي عن الشباك الذي يدخلوا منه وضوؤوها فيبقى إيه يبقى فيء الجدار يوم يجي لك إيه ظل الجدار فهم قدم معنى يعني معنى هي كان يصلي العصر والسه الشمس هنا مش يصلي العصر والشمس هنا يعني يصليه في أول وقتها فهمت بقى المعنى لأنه مكانش عندهم ساعة يقول لك أن الساعة كذلك كانش لسه عندهم ساعة كانوا بيعرفوا الساعة على طريق إيه حركة الشمس وطول الظل وغير الظل وعنه بي قالوا وحدثني حرملة بن يحيا قال أخبرني بن وهبن قال أخبرني يونس عبن شهاب قال أخبرني عروة بن الزبير رضي الله عن عائشة زوجنا عروة كانت بعيد عروة كانت بعيدة لأنه ولده والنبي لم يره لكن عبدالله أخوه الكبير كانت صحابي لكن عروة نفسه كانت بعيدة من كبار التابعي قال أخبرني عروة بن الزبير أبو طبعا الزبير بن العوام ابن إيه؟ ابن عمّة النبي حواري النبي فداه بأبيه وأمه قال في ذاك أبي وأمه موسعد بن أبي أقاس وزبير بن العوام هم الأثنين الوحيدين في الصحابة اللي النبي فداه بأبيه وأمه قال إيه؟ قال لساعد ارمي في ذاك أبي وأمه وقال للزبير لما جاءه بخبر بني قريزة في غزمة خيبر قال له ماذا معك في دك أبي وأمي يعني من أخبار رضي الله عنهم جميع قال له ابن شهاد أخبرني عروة ابن الزبير أن عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم أخبرته أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي العصر والشمس في حجرتها لم يظهر الفيء في حجرتها وعنه بي قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وابن نمير قال حدثنا وكيع عن هشام عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي العصر والشمس واقعة في حجرتي يعني الشمس يعني ضوء الشمس ولا الشمس نفسك كوكب نزل يعني ضوء الشمس تبقى مجاز شوف تبقى يبقى في المجاز في القرآن والسنة هو موجود في العصر لما ذهب إلى يمين ابن تيمية وابن مرفقه وابن وهابية هذا الزمان إلا أنه لا مجازة في القرآن والسنة لا المجاز موجود في كل أحد وإلا لو خدنا لأفزع الحقيقة تبقى الشمس وقع في حجرتها الشمس دي أصلا حاجة ضخمة جدا يعني الكرة الأرضية كلها بالنسبة للشمس زي نقطة نقطة في دائرة ما تبانش في حجم الشمس كبير يبقى هنا بتتكلم على إيه وإلا كانت تبقى لإيه ما قامت ما كناش أصلا يبقى خلاص بقى اختفت الأكوان وانتهى كل تحرق فيبقى هنا تقصد الشمس ضوء الشمس يبقى ده إيه مجاز وعنه بيقال حدثنا أبو غسان نحن رحنا فين كان يصلي العصر الحديث الأول بتاع حرملة اللي هو الحديث الرابع عشر بعد الأربع عمال نقرأ إيه المتنب نفسه أخبرته أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي العصر والشمس في حجرتها لم يظهر الفيء في حجرتها حيجي لها في الوقت ثانية والشمس واقعة في حجرتها يعني الشمس وقعت يبقى مجاز يقول لهم أقول الشمس في حجرتها في هنا ليست ظرف وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله يبقى مش ظرف يبقى فيه تدل على الظرفية وقد لا تدل على الظرفية على حزب يا مضافة لإيه تقيمت بقى إزاي حزب ما هي تقوله والشمس في حجرتها أهمنتم من في السماء يقول لهم يخالي ربنا في السماء يقول لهم فيه زرف فجعل الله مظروفا فيه إيه ده إيه الجنان والشمس وفيه حجرتها يعني الشمس كان في جوه حجرت ستين عائشة وبقالين عشان النهري يطلع تفتح لهم الشباك انفحل الكلام ده ده كلام مضحك يعني عشان نفهم القرآن والسنة بطريقة فهم الوهبية ده طريقة مضحكة ما يقبلهاش العقل ولا المنطق ولا اللغة تهمت بقى إزاي وعنه بيقال حدثنا أبو بكر بن أبي شايرة بالنومير قولا وعشان كنا يقوله الشمس في حجرتها يعني ضوء الشمس في حجرتها آمنتهم من في السماء أي من في السماء عذابو مش فهمت بقى إزاي زي ما قلنا من في الشمس في حجرتها يعني ضوء الشمس في حجرتها ي 효وق Roma يكون من في السماء أي من في السماء عذابو تهمت ازاي آجي طريقة تفهم الأمة على مره العسور ها مع طلع لنا شوي العيال الجهلة فاخد بالك منهم. نازم نقرى القرآن بقواعد اللغة. مش نقرى القرآن بقواعد الجهل. كرآناً عربياً غير ذي عوش. إراء بالعرب. فهموا؟ تقيمت بقى السادة؟ والله أصليب أنكم في جزوع النخل. يعني كان يحفر النخل كده ويدخلهم فيها. ولا كان بيعلم عليها. في معنى على. ولا أصليب أنكم في جزوع النخل. شو بيقول كده في سورة طهر؟ طيب. في جزوع النخل يعني إيه؟ يعني على جزوع النخل. لأنكم من في السماء يعني من على السماء. يبقى فيه ممكن تب معنى على. ممكن فيه تبقى بالمعنى الظرفي ويبقى مقدر محزوف. تقديره. أقيمتم من في السماء يعذابه. فقيمت بقى إزاي؟ وهكذا. فالحكاة كده على طول طول عمر الأمة فهم الحكاة دي. بالبداها كده. لحد ما يعملوها خطبة جمع. مجموع دول خطبة جمع. عشان أعيز يخلي الناس اللي بيصالوا الجمع يا ربنا فوق السماء. في السماء كده. طب السماء مخلوقة. انت هتحدد. عنوان الله بمخلوق. حاجة غريبة. عايز يعد علشان يبقى له جواب يعني. حاجة غريبة يعني. وعشان كده كان بعض الجهلة يقوله الخطاب إلى السماء. ماذا كده؟ بعد جهلة الكتاب يعني. أما يجي الناجي ربه ويكتبه في رأيه الخطاب إلى السماء. ربنا مش محتاج هذا كله. هو أقرب إليك منك. قريب لا بمسافة وبعيد لا بمسافة. فهو قريب في بعده بعيد في قربه. سبحانه وتعالى. مفيش مسافات أصلا. أصلا مفيش حاجة مع الله. عشان تحدد لها مسافة. كل ما سوى الله بالله. أما الله فلا شيء معه. سنقولي بسوا. وعن أبيه قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وابن نمير قالا حدثنا وكي عن هشام عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها. قالت كان رسول الله سلما يصل العصر والشمس وقعت في حبراته. يا خبر سود. شمس وقعت. والشمس واقعة في حجراته. يعني وضوء الشمس ما زال واقع في حجراته. ماشي. خلاص. بهمنا. وعن أبيه قال حدثنا أبو غسان المسمعي ومحمد بن المثنى قال حدثنا معاذ نهو بن هشام. قال حدثني أبي عن قتدة عن أبي أيوب عن عبد الله بن عمر. أن نبي الله صلى الله عليه وسلم قال إذا صليتم الفجر فإنه وقت إلى أن يطلع قرن الشمس. أول ما يطلع قرن الشمس يعني أول قوس كده ما هو الشمس دي قرص تظهر في الأفق. أول ما تبتدي يطلع القوس بتاحها كده مقوس كده عام زي الأرن. فهمت ازاي. فأول ما يطلع تظهر في الأفق كده يبقى انتهى وقت الصبح. خارجة مش لما يطلع قما يأذن للظهر. لا. يبقى وقت الصبح ينتهي بتلوع الشمس. مش بايه بوقت الظهر. بأول وقت الظهر. بخلاف ان وقت الظهر ينتهي بأول وقت العصر. ووقت العصر ينتهي بأول المغرب. مش كده برده. والعشاء وقتها ينتهي بتلوع الفجر السابق. فهمت بقى الا الصبح. ليه خصوصية. وقته من أول الفجر السابق إلى أن يطلع قرن الشمس. أول ما تطلع قرن الشمس خلاص بقت الصبح ايه قضاء. واضح؟ إذا صليتم الفجر فإنه وقت يعني وقت أداء. فإنه وقت هنا يقصد يعني وقت أداء. فإنه وقت أي أداء لا قضاء. يقصد هنا بالمعنى ده. فإنه وقت أي أداء لا قضاء. ويبقى التنوين ده عوض عن إيه؟ عوض عن الجملة. عوض عن جملة محذوفة. وأحيانا يأتي التنوين عوض عن جملة. وأحيانا يأتي عوض عن كلمة. وأحيانا يأتي عوض عن حرف. فاهمت بقى إزاي؟ فيبقى ده اسمه تنوين العوض. فإنه وقت تنوين ده يسمونه تنوين العوض. عوض عن إيه؟ عن إنه يقول وقته أداء لا وقته قضاء. فاهمت بقى إزاي؟ يعني اللي يقرأ الأحاديث لازم يكون واسع الزهن. وفاهم اللغة العربية. ويعرف إيه المحذوف من غير ما حد يفاهمه. يبقى عنده إيه؟ عنده يعني بداهة. سرعة بداهة لغوية. زي إما واحد يقول له إيه؟ هي الساعة كامت. تقول له هو مين هي؟ هي يعني الوقت الزمن. مش كده ورده؟ هي الساعة كامت. هي مطرت يعني هي مين؟ يعني الزمن. فيهمت إزاي؟ فطريقة العرف كده ساعات يقول لك بالضمير على طول من غير ما يسبك لي حاجة. قال لك هي مطرت النهاردة؟ تقول له هي دي. انت بتقول لي بالضمير قبل ما تذكر لي حاجة. مش تقول لي؟ يقول لك التقييدة تمنين. تمنين يا بنا. انت مش من البلد دي ولا دي. لأن هي مطرت. هي دي معناها السماء. طيب انت قلت السماء لا موتش. بس أنا في انتاب عالي. فالمسألة عايز عقلي. طيام تبقى أزادي؟ قال إذا صليتم الفجرة فإنه وقت أي أداء لا قضاء. إلى أن يطلع قرن الشمس الأول. ثم إذا صليتم الظهر فإنه وقت أي وقت أداء لا قضاء. إلى أن يحضر العصر. فإذا صليتم العصر فإنه وقت أي وقت أداء لا قضاء. إلى أن تصفر الشمس. آه. وقت هنا بقى المحزوف طالما ما أجي إلى أن تمر بالشمس. كنت بقى. قال تصفر الشمس. إلى أن يبقى وقته اغتيار. فإنه وقت أي اغتيار لا كراهة فيه. لأن بعد اسفرار الشمس يبقى وقته أداء مع الكراهة. وقته أداء مع الكراهة. طيب ليه ما قلناش إن قضى وقتها زي ما ذهب ابن سريج. ابن سريج من الشفعية. قال إن الشمس إذا اصفرت انتهى وقت العصر. وتصليها قضاء. عملها زي الفجر كده. تفهم؟ ابن سريج من الشفعية. طيب ليه ما قلناش زي ابن سريج رضي الله عنه ورحمه الله. ليه؟ لأن النبي قال في حديث ثاني. من أدرك من العصر رقع قبل أن تغرب الشمس. فقد أدرك العصر يعني أداء. آه فده اللي خلنا إيه؟ فهمنا إن المحزوف هنا مش الأداء والقضاء. للمحزوف هنا هو وقته الاختيار ووقته الكراهة. تبقى أداء اختياراً ووقته اختيار أو تكونوا دخلت في وقت الكراهة. فهمت بقى؟ يبقى عشان تعرف المحزوف المقدر إما أن تعرفه بالبديهة أو تعرفه بقيود مذكورة في إيه؟ في أدلة أخرى في نصوص أخرى. فهمت بقى المسألة؟ فمش كل واحد يجي يهجم على صائع مسلم ويشتري من المعرض الكتاب ويجرى لوحده. هيطلع منها أحكام غلط. فهم؟ فإنه وقت إلى أن تصفر الشمس. لأن الشمس بتصفر لما تصل يبقى ظل الشيء مثليه. بعد ما ظل الشيء مثليه تبص تلاقي الشمس ابتدت تصفر. تصفر 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 لحد ما تحمر قرب الأفق قبل الشروب. عشان الشافق الايه؟ الأحمر قبل الغروب. وبعينين ايه؟ وبعينين طبعا. تروح نزة خالف. ماتت بقى الشمس. ماتت. أول ما تغرب ماتت الشمس. مش ماتت الشمس. يعني مات وقت العصر. انتهى وقت العصر. فهمت بقى كذلك؟ كأن الاسفرات ده شحوب وقت العصر. عارف الشحوب اللي قبل الموت؟ الواحد قبل ما يموت يقول له انت وشك شا حب كده ليه؟ أنا أبويا كان عمل كده قبل ما يموت. وشك نشابها كده. قول له انت بسرعة. عشان كده قوم صلي العصر بسرعة. قبل ما وقت العصر يموت. لانه صارة صفرة الموت بقى ها شحوب الموت. كأن وقت الصلاة ده حي كائن حي. له ايه؟ ولادة. وله شباب وله كهولة شيخوخة موت. فالحق صليه هو ايه؟ في اول ما يتولد. او صليه في وقت شبابه. ما تروحش بقى قبل ما يموت. وهو عاجز. تقيمت بقى ازاي؟ كل ده برضو تشبيه. فانه وقت الى ان تسفر الشمس. فاذا صليتم المغربة. هو يقصد تسفر الشمس يعني ايه؟ اللي هو ضوءه يعني. فاذا صليتم المغربة. فانه وقت الى ان يسقط الشفقه. اه. المغرب يدخل وقتها اول ما يختفي كرس الشمس. لكن حوالين كرس الشمس ده فيه شفق احمر. وبعدين شفق ابيض. وبعدين الظلمة. مش كده برضو؟ شفتوا الحاجات دي ولا مش من بلدي؟ ده كلنا. مهما كنت في اي دولة في الارض كلها. كل الناس بتشو حاجات. زي واحد ماشي مع ابن تاني كده لقى الامر بيقوله هو ده الامر قاله مش من البلدي. ما ينفعش. فالامر هنا هو الامر في الصين هو الامر بكل حيث. الشمس هنا هي الشمس بكل حيث. يمكنني بقى ده؟ يبقى الشمس اول ما تغرب تبقى محطة بشفق احمر. حمرة. حمرة الشفق. وبعدين البياض. الشفق الابيض. وبعدين تأتي الظلمة. كويس؟ طب وقت المغرب لحد ما ينتهي الشفق. طب قاني شفق الابيض ولا الاحمر. الجمهور ذهب الى انه الشفق الاحمر. والحناف ذهبوا الى انه الشفق الابيض. يهمت بقى المسألة. والمزنم الشفعية. خد بارك حتة دقيقة حلوة دي. يهمت بقى المزنم الشفعية زي الاحناف في المسألة دي. وقت بقى لك قال ان وقت العشاء هو انتهاء الشفق الابيض. واضح؟ وانشان كده بيقول ايه؟ فاذا صليتم المغربة فانه وقت الان يسقط الشفق. الاحمر ولا الابيض نقول الاحمر عند الجمهور. والابيض عند الاحناف والمزن. والاول هو الراجح اللي هو الشفق الاحمر. والعمل الراجح من حيث الدليل. طيب وعند العمل بالاحناف. ليه؟ للتثبت في دخول الوقت. وعشان كده النتيجة كتبت العشاء. في النتيجة اللي احنا بتشوفها دي. اقلع وقت الاحناف. ليه؟ عشان تبقى الصلاة صيحة عند كل المسلمين. يبقى عند العمل ناخد الاحوط. لكن من حيث النظر في الدليل. اه الشفق الاحمر هو الادق. يبقى منقول والارجح الاول. اللي هو الشفق الاحمر. مش معناه كده انك تعمل بالارجح على طول. مش معناها ان في قاعدة اننا نعمل بالارجح على طول. لا ده الخروج من الخلاف هو اللي مستحب. سهمت القواعد. فانه وقت لان يثبت الشفق. فاذا صليتم العشاء فانه وقت الى نصف الليل. اه ساعة يقولك الى نصف الليل وساعة يقولك الى سلس الليل. وقت الى شفق. يقصد برضه فانه وقت الى سلس. يعني وقت اختيار. طب بعد نصف الليل. اه دخلنا في وقت الكراهة. ولكنه اداء. فانه وقت اي الاختيار. وقت اختيار. لا وقت كراهة. مع الاداء. لكون نهاية وقت العشاء. بعد طلوعش فجر الصادق. لكن بعد منتصف الليل. العشاء. وقت اختيار. وقت كراهة. مع الاداء. فما تصلياش لوقت الكراهة. اخراج. واضح؟ وفي روية تانية يقولك سلس الليل. طب نجمع بينهما ازاي. قالك انه وقته الاختيار. بدايته. بدايته. من اول سلس الليل. ونهايته نصف الليل. للجامع بينهما. ده بداية ونهايته. بدايته تلت الليل. ونهايته نص الليل. واضح؟ للجامع بين الروايات. لكن وقته الفضيلة. وقته الفضيلة. اول الوقت. غياب الشفق. وقته الفضيلة. مع ان وقت الفضيلة كان تلت الليل. او نصف الليل. وقت الفضيلة. لكن النبي اختار. اول الوقت. يجعله وقت فضيلة. تيسيرا على امته. يبقى النبي كان له اختيار في التشريع. لان النبي لما اخر العشاء الى نصف الليل. في احد الاحديث. مرة عملها. قال انه والله لوقتها. لو لا ان اشق على امتي. يعني هو ده كان وقت الايه؟ الفضيلة. لو لا ان اشق على امتي. انا نقلت لكم وقت الفضيلة الاول الوقت. عشان تناموا بادري. وتستريع. في امتباه؟ يبقى النبي كان له اختيارهم في التشريع. وتصريفهم في التشريع. لما سألوه. افي كل عام يا رسول الله في الحج؟ افي كل عام اللي المستطيع واجب يا رسول الله؟ قال لو قلت نعم لواجب. قال له. ده التصريف متعلق على قوله. لو قلت نعم لواجب. لكن انا مش حول نعم. ويقول له. لان اشق على امتي الامرتم بالسواكي عند كل صلاة. لكن مش هامره. لان لا اريد ان اشق على امتي. شفت بقى الرحمة. يبقى النبي له التصريف متشريع. فانتاخد بالنا من الحديث ده لانه يحتاج فهم كويس. فانه وقت الى ان يسقط الشفق. فاذا صليتم العشاء فانه وقت الى نصف الليل. وعن ابي قال حدثنا عبيد الله بن معاذن العنبري. قال حدثنا ابي. قال حدثنا شعبة عن قتادة عن ابي ايوبا واسمه يحيى بن مالك. الازدين. ويقال المراغي والمراغ حي من الازد. عن عبد الله بن عمر. رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال. وقت الظهر ما لم يحضر العصر. يعني وقت الاداء. ووقت العصر ما لم تسفر الشمس. وعشان كده الموزني. قصدي ابن سريج ذهب الى انه خلاص. يبقى كده انتهى وقتها. عامل زي الفجر كده اما تطلع الشمس خلاص. ما لم تسفر الشمس. ووقت المغرب ما لم يسكت ثور الشفق. ثور الشفق انتشار. ثور عن انتشار. انتشار الحمرة. حمرة الشفق يعني. ووقت العشاء الى نصف الليل. ووقت الفجر ما لم تطلع الشمس. وعنه بي قال حدثنا زهير بن حرب. قال حدثنا ابو عامر العقدي. قال وحدثنا ابو بكر بن ابي شيبة. قال حدثنا يحيى ابن ابي بكير. كلاهما عن شعبة بهذا الاسناد. وفي حديثهما قال شعبة رفعه مرة ولم يدفعه مرتين. وعنه بي قال وحدثني احمد بن ابراهيم الدورقي. قال حدثنا عبد الصمد. قال حدثنا همام. قال حدثنا قتادة عن ابي ايوب عن عبد الله بن عمر. رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وقت الظهر إذا زالت الشمس وكان ظل الرجل كطوله ما لم يحضر العصر العصر خد بالك إن الشمس لما بتطلع من الشرق تطلع من الشرق تتحرك كده اتجاه الغرب تدريجيا إلى منتصف السماء كويس أول ما بتطلع انتهى وقت الصبح حتى ترتفع بقدر تلت درجات دخل وقته الضحى صلاة الضحى كويس تلت درجات الدرجة تلت ديائج يعني تلاتة او اربعة درجات اربعة في تلاتة اتناشر اتناشر دي اقل حد علشان توصل لصلاة الضحى بعد شوك الشمس تفضل الشمس ما زالت ايه ترتفع تدريجيا ولو انت حطت عمود على الارض يوم تجد ان ظله هيبقى جهة ايه جهة الغرب وكل ما ترتفع الشمس الظل ينكمش ينكمش الظل ترتفع ينكمش لحد ما توصل تبقى في كبد السماء الدرجة التسعين يبقى ظل الشيء ظل العمود ده ادنى ظل ممكن وفي بعض الاماكن يزولوا الظل بالكلية لانه يبقى تحته كويس يبقى ادنى الظل ده يسموه ظل الزوال اول ما الشمس تميل جهة الغرب ميل بسيط ضحضت يعني زالت عن ايه كبد السماء فانقلب ظل الشيء الى جهة الشرق تفهمت ازاي ظل الشيء بعد ما كان غربه بعد ظل الشوال جهة ايه الشرق ازن للظهر يبقى ده وقت الظهر كويس اول وقته هو ده وقته طيب وبعد كده الشمس تبتدي تتحرك جهة الغرب ظل الشيء يبتدي يزداد طولا جهة الشرق الشكده برضو لحد ما يبقى ظل الشيء مثله يبقى انتهى وقت الظهر ودخل وقته ايه العاصر تفضل الشمس تنزل الظل يزداد لحد ما يبقى مثليه انتهى وقت الاداء بلا كراهة زاد عن مثليه يبقى وقت الاداء بلا كراهة للعاصر حتى تغرب الشمس غربة الشمس دخل وقته المغرب انتهى الشفق دخل وقته العشاء واضح ادي طريقة ايه معرفة الاوقات الصلاة فهين بيقول ايه قال وقت الظهر اذا زالت الشمس اذا زالت الشمس عن كبد السماء اذا زالت الشمس يعني مالت عن كبد السماء زالت يعني مالت عن كبد السماء وكان ظل الرجل كطوله ده نهاية الوقت ما لم يحضر العصر يبقى نهاية وقت الظهر هو بداية وقت العصر عشان كده الملكية قالوا ان فيه تداخل فيه لحظة تداخل بسيط كده بين الوقتين الملكية واضح لكن الشفعية قالوا لا ده هو ظله الشيء اما ييجي مثله بزدبط نهاية وقت الظهر زاد ولو ملي اه ده وقت العصر فما فيش تداخل لكن في حد وكان ظل الرجل كطوري ما لم يحضر العصر ووقت العصر اي وقت الايه الاداء بلا كراهل ووقت الاختيار ما لم تصفر الشمس ووقت صلاة المغرب ما لم يغب الشفق اللي هو الاحمر عند الجمهور وهو الراجح والابيض عند الاحناف والمزن والعمل عليه وان كان الدليل على الاول مع الاول احتياط ووقت صلاة العشاء الى نصف الليل الاوسط ووقت صلاة الصبح من طلوع الفجر ما لم تطلع الشمس فاذا طلعت الشمس فامسك عن الصلاة لو ووقت الطلوع نفسه لانده ووقت كراهة فامسك عن الصلاة فانها تطلع بين قرني شيطان وده ايه فيه نوع تمثيل ان الشيطان يأتي في هذا الوقت ويقف حتى يسجد عباد الشمس فيظن انهم يسجدون له الشيطان فارتبطت بالكفر فانها بين قرني شيطان لان عباد الشمس لهم صلاة صلاة عند غروب الشمس وصلاة عند طلوع الشمس فالنبي نهى ان تتشبه امته بهذه الامم الكافرة تطلع بين قرني شيطان لان فعل الكفر يليق بالشياطين وعنه بي قال وحدثني احمد بن يوسف الازدي قال حدثنا عمر بن عبد الله بن رزين قال حدثنا ابراهيم يعني ابن طهمان عن الحجاج وابن حجاج عن قتادة عن ابي ايوب عن عبد الله بن عمر بن العاص رضي الله عنه انه قال سئل رسول الله عن وقت الصلوات فقال وقت صلاة الفجر ما لم يطلع قرن الشمس الاول ووقت صلاة الظهر اذا زالت الشمس عن بطن السماء يبقى ايه؟ مالت عن الدرجة التسعين درجة العمودية لما تبقى في كابل السماء اول ما تزيل تزول عنها خلاص دخل ايه؟ وقت الظهر ووقت صلاة الظهر اذا زالت الشمس عن بطن السماء ما لم يحضر العصر ووقت صلاة العصر ما لم تسفر الشمس ويسقط قرنها الاول ووقت صلاة المغرب اذا غابت الشمس ما لم يسقط الشفق ووقت صلاة العشاء الى نصف الليل وقلنا ان هذا الحديث فيه دليل على ان نهاية وقت الصلاة العصر الى ايه؟ زل الشيء مثلي لما لم تسفر ولكن هذا نهاية وقت الاختيار لكون هناك حديث اخر قيد هذا الفهم لو لاه لفهمنا مفاهمه ابن سعيد هو انه اذا ادرك من العصر رقع قبل غروب الشمس فقد ادرك العصر وعنوبي قال حدثنا يحيى بن يحيى التميمين قال اخبرنا عبدالله بن يحيى بن ابي كثير قال سمعت ابي يقول لا يستطع العلم براحة الجسمين وعنوبي قال يعني ايه علاقة الحديث ده بالموضوع فيبدو انه هو كان في مسودة في مسودة وكان حطه هنا لانه ينقله الى باب العلم فلم ينقله لكن احتفظوا به او ربما يقصد هنا يستطع العلم يعني العمل اللي هو بمقتل العلم براحة الجسم لان الصلاة متعلقة بحركة الشمس طول النهار مع عدم مراعاة راحة جسمك فعليك ان تواظب على الصلاة بوقتها لأول وقتها ولا تتعلل انه تعبن شوية انا اريه شوية انا مش ربما يكون يقصد هذا المعنى الالتفات احتمال وعنوبي قال حدثني زهير بن حرب وعبيد الله بن سعير في لاوما عن الازرق قال زهير حدثنا اسحاك بن نوسف الازرق قال حدثنا سفيان عن علقمة ابن مركد عن سليمان ابن بريدة عن النبي صلى الله عليه وسلم ان رجلا سأله عن وقت الصلاة فقال له صلي معنا هذين يعني اليومين فلما زالت الشمس امر بلالا فادن ثم امره فاقام الظهر يبقى صلى الظهر في اول وقت ثم امره فاقام العصر والشمس مرتفعة بيضاء نقية ثم امره فاقام المغرب حين غابت الشمس ثم امره فاقام العشاء حين غاب الشفق ثم امره فاقام الفجر حين طلع الفجر فلما ان كان اليوم الثاني امره فابرد بالظهر فابرد بها فانعم أن يبرد بها. يعني أبرد بذرع أن يأخرها عن أول وقته. هذه معنى أبرد بالذرع. يعني صلاها آخر وقته. يبقى الصلاة آخر الوقت تجوز من أجل التعليم. فالنبي أراد أن يعلمه. فترك فضيلة أول الوقت من أجل التعليم. فالتعليم مرجع. يبقى أول يوم صلاة في أول الوقت. لبيني أول وقت. طب وثاني يوم صلاة كل صلاة في آخر وقتها. لفضيلة التعليم على أداء الصلاة الأول وقت. يبقى يجوز تأخير الصلاة عن أول وقتها إن كان هناك غرض شرعي. واضح. منه تعليم الجاهل. فأبرد بها فأنعم أن يبرد بها. وصل العصر والشمس مرتفعة أخرها فوق الذي كان. وصل المغرب قبل أن يغيب الشفق. وصل العشاء بعدما ذهب ثلث الليلي وصل الفجر فأسفر بها. أسفر بها. يعني حين انكشف الصبح وأضاء قبل طلوع الشمس. سموه أسفر بها. أسفر الصبح يعني انتشر الضوء ولكن لم تطلع الشمس بعدما. ثم قال أين السائل اللي كان يسألوا عن وقت الصلاة. السائل عن وقت الصلاة. فقال الرجل أنا يا رسول الله. قال وقت صلاتكم بينما رأيتم. وعنو به قال وحدثنا والدلجة ظلمة وسط الليل والعتمة ظلمة أول الليل كما يقول عتمة ظلمة أول الليل الدلجة ظلمة وسط الليل تبقوا الغلس ظلمة آخر الليل بعد طلوع الفجر فأذن بغلس فصل الصبح حين طلع الفجر ثم أمره بالظهر حين زالت الشمس عن بطن السماء ثم أمره بالعصر والشمس مرتفعة ثم أمره بالمغرب حين وجبت الشمس يعني سقطت في الأفق وجبت يعني سقطت وعشا كده في القرآن فإذا وجبت جنوبها فكلوا منها يعني لأن الإبل بتنحر وهي وقفة لما تنزف تفقي الدمها تنطقع على جنبها فإذا وجبت فكلوا منها يعني إذا سقطت الإبل بعد نحرها فكلوا منها وأطعم القانع والمعتر إذا وجبت بمعنى سقطت هل تشكروا ليه حين وجبت الشمس يعني سقطت في الأفق ثم أمره بالعشاء حين وقع الشفق ثم أمره بالغد ثم أمره الغد فنور بالصبح نور بالصبح نستنى الإصفار قبل الطلوع الشمس في آخر وقت الصبح ثم أمره بالظهر فأبرد يعني أربى نهاية وقت الظهر ثم أمره بالعصر والشمس بيضاء نقية لم تقالتها صفرة ثم أمره بالمغرب قبل أن يقع الشفق ثم أمره بالعشاء حين ذهب ثلث الليل هنا ثلث الليل والرواية الثانية نصف الليل أو بعضه شك حرمي فلما أصبح قال أين السائل ما بين ما رأيت وقت وعن أبي قال حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير قال حدثنا أبي قال حدثنا بدر بن عثمان قال حدثنا أبو بكر بن أبي موسى عن أبي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه أتاه سائل يسأله عن مواقيت الصلاة فلم يرد عليه شيئا قال فأقام الفجر حين انشق الفجر يعني أول وقت والناس لا يكادوا يعرف بعضهم بعضا يعني من شدة الظلم ثم أمره فأقام بالظهر حين زالت الشمس والقائل يقول قد انتصف النهار وهو كان أعلم منهم ثم أمره فأقام بالعصر والشمس مرتفعة ثم أمره فأقام بالمغرب حين وقعت الشمس ثم أمره فأقام بالعشاء حين غاب الشفق ثم أخر الفجر من الغد اليوم التالي حتى انصرف منها والقائل يقول قد طلعت الشمس أو كادت يعني كادت يعني لم تطلع لكن قاربت ثم أخر الظهر حتى كان قريبا من وقت العصري بالأمس ثم أخر العصر حتى انصرف منها والقائل يقول قد احمرت الشمس ثم أخر المغرب حتى كان عند سقوط الشفق ثم أخر العشاء حتى كان ثلث الليل الأول ثم أصبح فدع السائل فقال الوقت بين هذين وعنه بي قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا وكيع عن بدر بن وثمان عن أبي بكر بن أبي موسى سمع أنه سمعه منه عن أبيه أن سائلا أتى النبي صلى الله سلم فسأله عن مواقيت الصلاة بمثل حديث بن نمير غير أنه قال فصل المغرب قبل أن يغيب الشفق في اليوم الثاني والله تعالى أعلى وأعلم ونقف عند هذا الحد ونقم الغدن إن شاء الله اللهم علمنا ما يدفعنا وإنفعنا كما علمتنا وزدنا علما يسلم أمورنا أسر عيوغنا بللنا مما يرضيك آملا وفقنا يا رب وسائل المسلمين لما تحبه وترضاه يا رب العالمين إن الله وملائكة يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا علي وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي وعلى آله وسلم اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي وعلى آله وسلم اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي وعلى آله وسلم عدد خلقك ورضا نسك وزنة عرشك ومدالي كلماتك وكما تحب وترضى سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين